اشتركوا في القناة موضوع ان اليوم كثير ناس تسأل عنه وبتحكي عنه هو موضوع الحب في الابرج في التوقعات اليومية تحديدا ليش انت يا سعيد ما بتحكي عن الحب ليش تارك الحب وما بتحكي عنه في توقعاتك هاي اللي بتحكيها كل يوم كل الفلكيين الموجودين بيحكوا عن الحب كل يوم بيحكوا عن الحب انت ليش بتحكيش عن الحب ولا انت ضد الحب يعني وضد الناس اللي بتحب ولا ما بتحب تنصحهم في مسألة الحب يعني عشان هيك انا حبيت اليوم اجاوب على هذا السؤال واشرح ليش طبعا اللي بدوش يسمع الحكي بيقدر ينط عن كل اشي ويروح على برجه يسمعوا لحاله محطوط في بطاقات تقدر تحط على البطاقة وتسمع برجك اما بالنسبة لللي حابب يسمع كل اشي فيضل معنى ويكمل معنى ولكن قبل ما تكمل معنى بدي اصير زي اللي بيحكوا على اليوتيوب طبعا هذا مش مني والله يعني انطلب مني اني انا احكي هذه الكلمتين ولو اني انا بحبش حكيهم تنساش تعمل لايك وديس لايك وشير ومير وفير والكبسات هاي اللي تحت واللي بدك يا اكبسو واكتبو وسويه ورزقك على الله اول اشي انا ما بحكي عن الحب ليش لما باجي انا في ثوقعات الشهر وهي الوحيدة اللي بنمنك ممكن احنا نتوقع فيها عن الحب لانه من اعتمد احنا دائما لكل الابرج على كواكب معينة لما تدخل بيوت معينة يعني بمعنى اخر لما باجي انا بحكي اه على سبيل المثال خلينا عشان اللي سألت برج القوس ليش انتي ما بتجيب سيرت الحب وبتكره برج القوس انا صرت بكره برج القوس يعني انا الاسد اللي بيت الخامس بيتي بيت العاطفي والحب عند القوس يعني بيت حظي بيت الدنيا كلها موجودة في هذا البيت فانا صرت اكره هذا البرج طيب ايش يواحد بكره بيت الحب تاعه طيب نيجم نحكي على القوس زي ما حكينا بيت الحب للاسد طيب بيت الحب للقوس شو هو نحسب بنقول قوس جديد دلو حوت حمل معناته الحمل هو بيت الحب الو بمعقول بس هو لا يا عمي فيه الو كمان بيت الشراكي اللي هو الجوزاء كمان بس هو لا فيه الو كمان اللي هو البيت التاسع اللي هو الاسد اللي هو عندي طيب ليش تحكيش عن الحب للقوس طيب مدام الحمل ما فيش فيه كواكب والاسد فيش فيه كواكب والجوزاء فيش فيه كواكب والقوس برج هم برضو فيش فيه كواكب من وين اجيب لهم الحب يعني من وين انا اخترع لهم اشي عن الحب هذا احنا بنحكي عن برج فما بلكو في باقي الابرج فاحنا لما نيجي في توقعاتنا اليومية نعتمد على حركة القمر ومنعتمد على الكواكب الثانية وين موجودة طيب لما يكون القمر مش موجود اساسا في بيت الو علاقة في الحب والابيوت الثانية اللي الها علاقة في الحب برضو نفس الاشي مش مشغولة بكواكب يعني ما فيه توقعات للحب لا ايجابية ولا سلبية يعني العلاقة العاطفية اللي انت فيها بتظلك مكمل فيها ولكن ممكن انها تصير المشادات من بعض التأثيرات للكواكب وزوايا التربيع اللي ممكن تحدث تطلع لك بشغلات مفاجئة فمنحكي احنا ديروا بالكم من العصبية ديروا بالكم من الظلم ديروا بالكم من انكم تطلعوا في مواضيع ملهاش داعي استقبلوا الامور بلطف هذا اللي احنا بنحكيه في توقعاتنا اليومية لانه ممكن هذا الاشي ينعكس عليك انت وانت بتحكي مع حبيبك او مع حبيبتك او مع مرتك او مع بنتك او مع ابنك فاحنا التوقعات اليومية مش زي باقي الناس اللي عندهم قدرة على صف الكلام الوهمي وسوف تبدأ بعلاقة غرامية لها بدائما لها نهاية وتأهلك للزواج وانت اساسا ما عندك كواكب في كل بروج اللي بتدل على هذا الحقيقي انا مش زيهم ولا رح اكون زيهم ولا تحاولوا انك تغيروني عشان اكون زيهم وانا ما بقلد حدا ولا بدعي اني انا زلمي فتح الزماني انا زلمي هاي معلوماتي وهذا علمي حبك تاخذ مني انا صدق كامل بالمعلومات اسمعني ما حبك بدك مين يضحك عليك في مليون الف واحد موجود ما الو علاقة بالفلك بحكي قاعد عن الحب والغراميات وبخليك يعني تقعد تصرح تقول يعني الحبيب هاي قاعد بطب العباب الدار انا مش من هاي النوعية انا لما بعتمد في توقعاتي بعتمد على الزوايا الفلكي اللي انا بذكر الكوياها وبعتمد على الحركات الفلكي اللي انا بذكر الكوياها وبعتمد على حركة القمر وزوايا واللي انا بذكر الكوياها وبحكي بالمختصر المفيد شو الاشي اللي بنطبق عليك انتي في يومها ومن ايش تحذر ومن ايش تتنشط ومن ايش تتحرك ولما يصل القمر لبيتك الخامس بحكي لك عن العاطفة ولما يصير في زوايا الها علاقة بالعاطفة بحكي لك عن العاطفة ولكن ما رح اقلف لك بالعاطفة طيب موضوع طيب يا عمي بدناش تحكي عن العاطفة احكي عن العمل طب ما العمل نفس العاطفة برضو بيوت ليش احنا بنحكي لأبراج بنقول لهم ديروا بالكو وابرج بنقول لهم روح اشتغلوا وابرج بنقول لها يا عمي ما تصرفوا مصاري برضو الها بيوت وبرضو بنحكي عليها بنفس الطريقة مش كل يوم في اشي اللو علاقة في العمل فعشان ايكذا بدحكي اشي عن العمل ممكن ما يكونش في المكان المناسب تبعو اكون انا اخطأت وغلطت الدنيا وورطت الدنيا بمشاكل الها اول ما الها اخر خصوصا الناس اللي بتاخذ مصداقية توقعاتي وبتروح تقدم طلبات شغل او بتبدأ في مشاريع طيب ليش بتحكيش انت عن المولود المحظوظ اليوم مولود اليوم والحظ تاعه طيب ما انا اذا بدحكي عن مولود اليوم يعني بدحكي توقعات السنة الو طب ما انا حاكي توقعات السنة لكل الابراج شو بديفرك مولود اليوم عن مولود بكرة عن مولود بعد بكرة عن مولود امبارح عن مولود اول امبارح ولا هي لازم انا بس اغير كلمتين عشان اعيئد نفس الحكي بس اغير العبارة حياته موفقة يعني قدامه حياة ممتازة يعني عنده ايجابيات لا هي هاي السنة ان شاء الله بلاقي فيها خير واو حياة خارقة واو رح يصير مع مفاجآت اتفاجئه طب هاي هذول الكلمات كلهن صفوهن على توقعاتي وممشوها ليش انا اعيدها يعني عشان هيك الاشي المناسب انا بحكيلكو اياه والاشي المناسب ما رح احكيلكو اياه لانه مش مناسب انا بحاول اني اعلمكو ايش هو علم الفلك وبحاول اشرحلكو ابسطلكو شو هو علم الفلك بدي اياكو توصلوا لمرحلة حتى انا ما تسمعونيش انتو تحسبوا لحالكو انتو تشوفوا لحالكو وتعرفوا انه هاي قواعد ثابتة ما بتتغير ما بتتغير ولا راح بيقدر يغيرها لانه هذا العلم علم ثابت ما في مجال للتغيير بمشي على حسابات دقيقة جدا جدا اذا عرفت هاي الحسابات تعرف انت التوقعات انت صف لحالك الحكي اللي بناسبك ولكن انا ما راح اصف لك حكي انت ما تفهموا وعشر تلاف واحد غيرك ما يفهموا وفي الاخر لانكو ما فهمتوا الحكي هان واو بحكي باشي واو اشي مصطلحات ياي من وين جابها ما راح احكي لكو ولو ظليت وتحكوا وتطلبوا مني ما راح احكي لكو الا الصحيح انروح على توقعات اليوم طبعا حكينا احنا انه القمر في برج الدلو في منزلة سعد السعود خصوصا انه خلو المسار انتهى منزلة سعد السعود هاي بتوط ضد العلاقات تعطي حرية تعطي ربح وبتنفع برضو للتفريق وشرحنا مبارح شو يعني التفريق راح تستمر هاي المنزلة حتى ساعات الصباح في ساعات الصباح بنتقل القمر لمنزلة سعد الأخبية هاي المنزلة بتنفع للحماية للضرر للضفر للعقود وللعقد يعني حتى الزواج بتنفع في هاي الامور في ناس سألوني عن القمر لما بدخل على برج او لما بنولد هلال في برج ايش اللي احنا منستفيد منه فاليوم احنا راح نحكي عن شغلتين القمر لما بنولد هلال بنعكس علينا طابع البرج او طباع البرج اللي نولد فيها القمر طول الشهر بتأثر علينا لحديث ما ينولد الهلال المرة الثانية القادمة فبصير عنا صفات احنا منتميز فيها من نفس صفات البرج اللي نولد فيه القمر ما راح يصير معجزات ولا راح يكون فيه اشي خارق للعادة ولكن تكويننا احنا بصير من بعض صفات هذا البرج بصير عنا كره للروتين منحب التغيير كثير منحب ما نعيد الامور مرتين وثلاث منحب انه مرة واحدة بعدين نجدد الروتين بكون عدو بالنسبة لانه في هذا الشهر منكون وديدون وديودودون منكون اكثر نشاط اجتماعيا منرغب في الانضمام اما لنادي او لمجموعة من الرفاق او نعمل مجموعة او نعمل جمعية او نعمل اشي زي هيك منحب نخوض تجربة جديدة او باسلوب جديد احنا ما جربناها من قبل خصوصا في حياتنا عادة الناس اللي حوالينا بصيروا يتصرفوا معنا او احنا نتصرف معهم بشكل منطقي اكثر من انه يكون عاطفي بوسعنا تعزيز الصداقات الجديدة ونتعرف على الناس بشكل جديد وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي قصة شعر مثلا لبس معين لك جديد شراء جهاز ستيريو جهاز تلفزيون جهاز كمبيوتر جهاز اي اشي اللي علاقة بالالكترونيات وتجربة اطعمة او طعام جديد او طبخة جديدة او باسلوب جديد هاي كل الميزات اللي بتصير لما القمر بنولد في الدلو ولما بيكون القمر موجود في الدلو بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تتشكل معنا الليلة يعني بعد الحلقة هاي هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وارانوس رح تكون الساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن على الساعة ثمانية ونص ابتخلق عنا نوع من الشعور بالملل من اي عمل روتيني في هاي الفترة احنا منفضل الكل ياخذ فترة راحة عشان يستعيد نشاطه ممكن انفاجئ البعض بشيء غير متوقع وممكن غيرنا يفاجئنا بشكل غير متوقع وممكن يصدر عنا اي شيء مفاجئ وصادم الزاوية اللي بعديها هي اقتران ايجابي بين القمر والشمس في تمام الساعة تسعة وواحد واربعين دقيقة بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن على الساعة اتناعش الا ثلث مساءا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنلتلقى مساعدة او دعم من احد الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية اللي رح تصير بكرة تقريبا العصر هي زاوية تسديس ايجابية بين عطارد والمريخ هاي اللي هي احنا حكينا الزاوية البطيئة زاوية التسديس يعني زاوية ايجابية اللي هي زاوية 60 درجة بتكون الساعة واحدة وتسع دقائق بتوقيت جرينج يعني ثلاثة وتسع دقائق بتوقيت الاردن عند حدوث هذا الاتصال دائما بسود شعور عام بالوئام بالاتفاق بسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات مع الاحباء بتدل هاي على اهتمام وسائل الاعلام والصحافي والجرائد بسياسة البلد خصوصا العسكرية وتطوير مستوى الجيش تحسين اوضاع العسكر ورجال الامن ممكن تشهد هذه الفترة تزايد في التنقلات العسكرية او تنقلات الجيش او التنقل من مكان لمكان ولكن في نفس البلد يعني مش خارج البلد ممكن تركز الصحافي على قطاع الصناعة او صناعة والتجارة وتحسين اوضاع العمال بالقطاع الصحي خصوصا في نفس نطاق البلد ممكن يكون في اهتمام اكثر بالميدان الرياضي وتنظيم الالعاب والمباريات والمواسم الرياضية وفي زوايا راح تصير بكرة المساء بكرة المساء بعد الحلقة الغد بنحكيها احنا بعد حلقة الغد اللي زاوية بين القمر والمريخ وفي زاوية بين القمر وعطارد هدولا وخلوه المسار اللي راح يبدأ بكرة بعد الساعة سبعة وست دقائق بتوقيت جرينيتش يعني الساعة تسعة وست دقائق بتوقيت عمان فبيبدأ خلوه المسار في هذا الوقت فبكرة ان شاء الله في حلقة بكرة راح نحكي عن خلوه المسار بالنسبة للقمر موجود في برج الدلو خلوه المسار القادم راح يكون يوم خمسة وعشرين واحد اللي هو حكينا راح نحكي عنه بكرة بيبدأ الساعة سبعة وست دقائق بتوقيت جرينيتش مساء وباستمر حتى اليوم الثاني الساعة 11 و43 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني 12 الاربع يعني بتزيد ساعتين عليها بصير توقيت الاردن بعد منتصف الليل يعني واحدة وثلائعة ساعة ثنتين الا ربع بتوقيت الاردن بانتهي خلوه المسار عمر القمر القمر يسمى القمر الجديد لانه بما انه في زاوية اقتران راح تصير بين الشمس والقمر فهاي بتعني انه انولد الهلال او بداية ميلاد الهلال فالقمر احنا اللي هسه موجودين فيه احنا يوم تسعة وعشرين الساعة 14 دقيقة فجرا يصبح القمر يوم واحد يوم يعني ينحسب واحد قمري فلكيا ما اللي في الدول انا كيف بتحسب نسبة الاضاءة صفر بالمية انا بعطيكم فلكيا بالنسبة لميلاد القمر والايام على حسب الفلك ما اللي انا البلاد كيف بتحسبها وكيف بدخلوا هجري وكيف بطلعوا هجري يعني انا لما باجي بحكي انه القمر بده يعمل اقتران بينه وبين الشمس الساعة تسعة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت الجرينيش يعني الساعة 11 وواحد واربعين دقيقة ببلش الاقتران يعني بعديها بصير الهلال يتكون للفجر بصير ينحسب يوم لانه بصير واضح مش للرؤية واضح للحساب بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب هذا اليوم الشمس في الدلو حتى تسعة وعشر اثنين منتحس القمر في الدلو حتى ستة وعشرين واحد ممتزج عطارد في الدلو حتى ثلاث اثنين سعيد الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين ممتزج المريخ في القوس حتى ستة عشر اثنين سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة سعيد زحل في الجدي حتى احد عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية مزاج سعيد نبتن في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة مزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين اربعة مزاج ممتزج ممتزج يعني حكينا انه بميل طول اليوم بين سعودة ونحوسة سعودة ونحوسة بظل يتقلب بين الوجهين فمنحكي ممتزج انه الوجهين مع بعض وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعيا وبتكونوا سعيدين جدا للقاء الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة اجمالا الاجواء داعمة وبتناسبك وبناسبك العمل ضمن مجموعات يعني ضمن شراكة معينة تجتمعوا عشان انتو تنجزوا عمل معين بتخوض في مجالات عديدة ومتنوعة خلال هذا النهار اهم اشي انك تنظم جدول اعمالك تحسبا لضيق الوقت يعني ممكن يسرقك الوقت قبل ما تنجز اعمالك برج الثور يوم مناسب للي بيبحث عن عمل بتقدروا تقدموا طلبات عمل في هذا اليوم واللي بيعمل بيجد انه بيقدر انه يثبت جدارته امام المسئولين بتقدر انك تحافظوا على انجازاتك القائمة ما تشوه سمعتك الظروف ضاغطة شوي ممكن تحملك فرص عمل مهمة جدا خلال الفترة هاي اذا انت قدرت تركز مزبوط وما تنفعل ممكن تحقق انجاز وتكون هاي علامة فارقة بالنسبة لمستقبلك العملي بدك تكون منتبه لكل اشي وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بالاخطاء وهاي الاخطاء ممكن في هاي الفترة انها تكون لا تغتفر برج الجوزاء بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبابكم يعني فترة الها علاقة بالفيزا تقديم لهجرة اتصالات عمل سفر ممكن تجتاز امتحان ممكن توقع عقد مع دولة اجنبية او شركة اجنبية ممكن تروج لو مواهبك واهتماماتك اهم ايش انك تكون جريء بالفترة هاي وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة اثبت طاقتك وجدارتك بالموقع خصوصا انك انت تكون دائما متقدم عن كل المنافسين لالك الفترة هاي بتحملك انفراج كبير واستغل اليوم هاد احسن ما تستغل بكرة برج السرطان بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاول ترتيب الاوضاع اللي تراجعت خلال الفترة الايام اللي مضت حاول انك تصحح الانطباعات خصوصا امام الناس اللي حواليك او المسؤولين عنك كون واثق من نفسك ومن كفاتك وما تسمح لحدا بانه شكك في قدراتك ممكن تنشغل خلال الفترة هاي بملف اداري برج الاسد القمر الان موجود مقابلكو مباشرة في الدلو عشان هيك بتركز اهتمامكو حول موضوع الشراكي ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم ان كان في مجال العمل او في مجال العاطفي هاي الفترة تعتبر من اسوأ ايام الشهر لانه طاقتك ضعيفة وكثير بتهدد من استقرارك بدك تحاذر من الفضائح فيها وبدك تحاذر من الزلات والاخطاء بتميل لفرض الرأي على الاخرين حاول ايجاد مخرج او مخارج وحلول دون تشنج عصبية وانفعالية وبما انه مسألة الها علاقة بالشراكة اللي عنده مسألة عاطفية ممكن يطورها للمرحلة التي تليها وممكن تصل لمرحلة الارتباط برج العذراء رغم تراكم العمل انتو عندكوا القدرة على مواجهة وانجاز حصة الاسد منها نظموا جدوى الغذائك واخذوا قصد كافي من الراحة تلزمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظم الوقت وممكن يكون فيه نوع من القلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير او تأخير ما تهمل صحتك لانو القمر في بيتك السادس بيت الصحة ولا الواجبات اتجاه الاحباء برج الميزان تزداد رغبتكو في تقرب من احباك وتعزيز العلاقة معهم هاي فترة عاطفية عالية جدا يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الاجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من اكثر ايام الشهر حظ اهم اشي انك ما تترك هاي الفترة تروح هيك بدون ما انت تتحرك اسعى للمبادرة اجواء رومانسية ودافئة وفرص من الحضوض عالية جدا خلال هذا النهار حاول انك تستغلها برج العقرب القمر لما بكون موجود في الدلو يعني موجود في بيت البيت كل الامور اللي بتتعلق فيك هي الامور البيتية بيتركز اهتمامك على ضبط شؤونك البيتية والعائلية تجد تعاون من افراد العائلة اهم اشي انك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لامر عقار او امر بيت او امر البيت او تصليحات بطلب منك انك تتجنب الانفعال والتسرع والقاء اللوم على الاخرين لانه مزاجك شوي متقلب وممكن تكون عصبيتك هيك معطيك الطابع الجدي لزيادة عن اللزوم مش متحمل اي حدا حواليك فتور عصبيتك في اي لحظة حاول انك تهدى عشان تمضي الفترة هاي على خير برج القوس ابتنشطوا في السفر والاتصالات واللقاءات بيكون عندكو اما تعامل يا مع اخ يا مع جار ابتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بالفترة هاي بتتمتع بسرعة خاطر عالي جدا وعندك سرعة بديهة للتصرف باي ظرف مهما كان لكن بدك تسيطر على انفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لاحد الاخوة يعني فترة فيها ايجابية عالية لازم انك انت تستغلها واهم اشي انك تتحرك لانه ممكن انت في تحركاتك تنجز كثير من الاعمال وتحقق كثير من النتائج برج الجدي اليوم في فرص كثيرة عندك انت للعمل الاضافي او للمكاسب المالية اللي ممكن تجيك من ورا عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذيرين من اي خطوة مالية جديدة حاولوا انك تخففوا من النفقات كثير راح تركزوا على امور الفواتير وسداد الفواتير والدفعات ممكن تقدم على انجاز معين ممكن يكون عندك نوع من التقدم في انجاز شيء معين ممكن تناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو انت اليوم غير عن الايام اللي مضت انت اليوم عندك نشاط وحيوية وعندك قدرة على مواجهة مشاغلكم عندك كثير من الاعمال حابين انك تنجزوها اليوم راح تنجزوها ان اتحركتوا وبتقدروا تنجزوا كثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات ممكن يتسلط اليوم الضوء على قدراتك وممكن تنطلق بحماس وعزيم كبيرة جدا انت ما تتوقعها منك فترة ايجابية وممكن ترغب في تغيير كثير من الاشياء اللي انت كنت عاجز عن عملها بالفترة الماضية او مش من تبهلها في الفترة الماضية وممكن تقتحم مجال جديد خلال هذا النهار برج الحوت يعني مش افضل ايامكو هاي من اسوأ ايام الشهر تعتبر بالنسبة لالكو يا موليد برج الحوت لانه القمر موجود في بيت متاعبكم تصبروا هاليومين تمشوهم كيف ما كان لحديث ما القمر يوصل لعنكو يعني خلال الفترة هاي راح تحسوا انه فيه تعب كثير بسيطر عليكو مرهقين اهمش انه خلوا سلم الاولويات عندكو للعمل الضروري حاولوا تأخذوا راحة خلال فترة اليومين هدول يعني مش راح تأخذ اجازة من الشغل يعني ما ترهق حالك هاي الفترة بتسجل نوع من الركود على جميع الاصعادة منصحك بعدم المباشرة باي شيء جديد او تنفيذ اشي جديد تقدر في هاي الفترة انك انت تتخلص من اي شيء او عادي قديمة انت قيانة مزعجيتك وحاب انك تتخلص منها بتقدر تتخلص منها في خلال هذا النهار انشغل بس بالمسائل الروتينية ما تحاول انك تبتكر اي شيء جديد تقول والله بدي اعمل هاي الشغلة عشان اغير المود تبعي راح تنصدم من النتيجة فما تغامر احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية في خلال هاي الفترة يومين حكينا والقمر بيصير عندك وبعدين كل الامور هاي تختفي ما تقلق وما تركز كثير عليها هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم اشكركم لحسن الاستماع وإلك كل المحبة والاحترام والتقدير يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء